مشروع القرار ندعو الاجتماع الأطراف باريس بأن يعملوا على إقراره وإتاحته لكافة الأطراف لا أسمع أو أرى أي اعتراض وبه تقرر ذلك على هذا النحو الآن أدعو الاجتماع الأطراف باريس فيما يخص الإعراب عن الامتنان لحكومة جمهورية مصر العربية وسكان مدينة شرم الشيخ كما هي وردة في الوثيقة FCCC على CP على 2022 على L3 وFCCC على PA على CMA على 2022 على L3 وبه تقرر ذلك بما أنه لم نرى أي اعتراض وبذلك نرفع الاجتماع العاشر لاجتماع أطراف اتفاقية باريس أصحاب السعادة الآن نفتحوا الاجتماع المشاركة الحادي عاشر لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف بوصفه اجتماعاً للأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماعاً للأطراف مؤتمر أو في اجتماع أطراف باريس أصحاب السعادة سيداتي وسادتي على مدى أسبوعين الشرم الشيخ حظيت بشرف احتضانكم إلى جانب آلاف من المشاركين جاءوا إلينا من مختلف بقاء العالم رؤساء الدول والحكومات أعضاء الوفود ممثلون للمجتمع المدني والشبيب وغيرهم من الفعائلين الذين حضروا هنا بهدف واحد وحيد ألا وهو الارتقاء بالاستجابة العالمية للتهديد الوجود الأكبر في حياتنا اليوم ألا وهو تغيير المناخ إن العمل الذي تمكننا من إنجازه على مدى الأسبوعين الماضيين والنتائج التي وصلنا إليها ما هي إلا شهادة على إرادتنا الجماعية نحن كأسرة للأمم قد صدحنا بصوتنا برسالة واضحة ترن عبر العالم بأن هنا في هذه القاعة قد شهدنا أنه بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم واختلاف الرؤى والطموح وكذلك مستويات التخوف والشواغل فقد بقينا ملتزمين بمعركتنا ضد تغيير المناخ بفعل الدبلوماسية متعددة الأطراف وهناك من قال من المشككين والمتشائمين الذين قالوا أن الإرادة قد تنقصنا على مستوى جدول الأعمال العالمي فإننا تمكننا من الارتقاء بجهودنا وبمسؤولياتنا من أجل الاستجابة لتوقعات العالمية من حيث اتخاذ القرار السياسي